ساعات طويلة من المباحثات العربية العربية في الأمم المتحدة انتهت إلى تقديم مشروع القرار الخاص بوضع إطار زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خشيت بعض هذه الدول من توقيت الخطوة التي تترافق مع جهود فرنسية غير مسبوقة على خط حل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية ولكن بعد التواصل مع العواصم خرج مشروع القرار غرضنا من ذلك هو أن نتفاوض مع كافة أعضاء مجلس الأمن وبروح مفتوحة وبشكل مسؤول كما فعلنا طوال الأشهر الماضية ولكن بشكل رسمي يؤكد مشروع القرار على الحاجة الملحة لإيجاد حل سلمي عادل وشامل ودائم للأزمة من خلال مفاوضات لا تتجاوز مدتها السنة كما ينص مشروع القرار على أن المفاوضات ستتم وفق مبدأ انسحاب الإسرائيليين إلى خطوط العام 67 مع إمكانية تنفيذ عمليات تبادل محدودة للأراضي إنهاء الإسرائيليين لاحتلالهم خلال فترة انتقالية يتفق عليها في إطار زمني لا يتجاوز نهاية العام 2017 حل قضية اللاجئين على أساس مبادرة السلام العربية على أن تكون القدس عاصمة مشتركة للدولتين لغة لحظة تعديلات عن النص الأصلي للمشروع لجهة تضمينه إطارا زمنيا للمفاوضات يسبق الإطار الخاص بإنهاء الاحتلال وهما يضعه بعض المتابعين في سياق تقريب وجهات النظر مع الجانب الأوروبي وتحديدا الفرنسي الأوروبيين الآن يأتون على أنهم مستعدين للمساهمة والمساعدة من الناحية اللغولية من الناحية التقنية من الناحية القانونية ومن الناحية السياسية وهذا يعتبر زخم كبير هذا يعطي دفعة كبيرة بالنسبة للشعب الفلسطيني أو بالنسبة للمجموعة العربية كي يقدم هذا المشروع إلى الولايات المتحدة الأمريكية إذن هو حراك يأتي هذه المرة وبحدود معينة من خارج فلك الرعاية الأمريكية التقليدية لعمليات السلام وهما يتقاطع عليه المشروعان العربي والفرنسي لجهة إشارتهما لضرورة عقد مؤتمر برعاية دولية للمفاوضات المنشودة والإشراف عليها رأى فقيه الجزيرة نيويورك المتحدة انتهت إلى تقديم مشروع القرار الخاص بوضع إطار زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خشيت بعض هذه الدول من توقيت الخطوة التي تترافق مع جهود فرنسية غير مسبوقة على خط حل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية ولكن بعد التواصل مع العواصم خرج مشروع القرار غرضنا من ذلك هو أن نتفاوض مع كافة أعضاء مجلس الأمن وبروح مفتوحة وبشكل مسؤول كما فعلنا طوال الأشهر الماضية ولكن بشكل رسمي يؤكد مشروع القرار على الحاجة الملحة لإيجاد حل سلمي عادل وشامل ودائم للأزمة من خلال مفاوضات لا تتجاوز مدتها السنة كما ينص مشروع القرار على أن المفاوضات ستتم وفق مبدأ انسحاب الإسرائيليين إلى خطوط العام 67 مع إمكانية تنفيذ عمليات تبادل محدودة للأراضي إنهاء الإسرائيليين لاحتلالهم خلال فترة انتقالية يتفق عليها في إطار زمني لا يتجاوز نهاية العام 2017 حل قضية اللاجئين على أساس مبادرة السلام العربية على أن تكون القدس عاصمة مشتركة للدولتين لغة لحظة تعديلات عن النص الأصلي للمشروع لجهة تضمينه إطارا زمنيا للمفاوضات يسبق الإطار الخاص بإنهاء الاحتلال وهو ما يضعه بعض المتابعين في الأزمة من خلال مفاوضات لا تتجاوز مدتها السنة كما ينص مشروع القرار على أن المفاوضات ستتم وفق مبدأ انسحاب الإسرائيليين إلى خطوط العام 67 مع إمكانية تنفيذ عمليات تبادل محدودة للأراضي إنهاء الإسرائيليين لاحتلالهم خلال فترة انتقالية يتفق عليها في إطار زمني لا يتجاوز نهاية العام 2017 حل قضية اللاجئين على أساس مبادرة السلام العربية على أن تكون القدس عاصمة مشتركة للدولتين لغة لحظة تعديلات عن النص الأصلي للمشروع لجهة تضمينه إطارا زمنيا للمفاوضات يسبق الإطار الخاص بإنهاء الاحتلال وهو ما يضعه بعض المتابعين في سياق تقريب وجهات النظر مع الجانب الأوروبي وتحديدا الفرنسي الأوروبيين الآن يأتون على أنهم مستعدين للمساهمة والمساعدة من ناحية اللغة والية من ناحية التقنية من ناحية القانونية ومن ناحية السياسية وهذا يعتبر زخم كبير هذا يعطي دفعة كبيرة بالنسبة للشعب الفلسطيني أو بالنسبة للمجموعة العربية كي يقدم هذا المشروع إلى الولايات المتحدة الأمريكية إذن هو حراك يأتي هذه المرة وبحدود معينة من خارج فلك الرعاية الأمريكية التقليدية لعمليات السلام وهو ما يتقاطع عليه المشروعان العربي والفرنسي لجهة إشارتهما لضرورة عقد مؤتمر برعاية دولية للمفاوضات المنشودة والإشراعات